ايش اللي صار في المباراة بسم الله الرحمن الرحيم تحولات اللي صارت بين الفريقين يعني احنا شفنا الشيطة الاول كان الشباب مسيطر كان الشباب بالشق الهجومي الافضل النزع الهجومية من بين الاطراف العمق الدفاعي العمق الوسط في نادي الشباب تحركات المهاجمين ادت ضغط ونتيجة ومنها اهداف لكن ما يعاب على الشباب المناطق الخلفية وكان فيه تهور والدليل انه اخر المباراة شفنا طرد للمدافع الشباب ثلاثة ثلاثة هي قوة هجومية ولا ضعف دفاعي اتوقع ضعف دفاعي بالنسبة للشباب يعني لما تلاحظ اتفاق التغييرات اللي حدثها المدرب مع انه مع عصابة الكويكبي بدل اتفاق يفقد قوة بالجهة اليمين وخطورة الكويكبي لكن التغييرات ساهم فيها المدرب العطوي عزز من الخطوط الهجومية الوسط لعب على الاطراف وفي ساعات يكون توفيق يعني ممكن انت تكون تجري بالدليلات يعني احنا لما شبنا اخرج مهاجمين ودخل بوسط واطراف وظل وحيد ازاره في الهجوم لكن هذا ما سبب نتيجة كبيرة وسبب الضغط اخطاف دفاع الشباب منها هدف منها طارد وضرب الجزاء كانت خطورة بالنسبة للشطة الثانية الاتفاق افضل بكثير من نادي الشباب الشباب نفس السيناريو في المباراة الاولى امام ابها كان في ضعف في منطقة الوسط وبالذات بين المحاور وفي قلوب الدفاع الان شفنا مباراة الشباب مباراة الاتفاق اليوم على المستوى الهجومي الشباب يوصل ويسجل لكن على المستوى عمق الوسط وعمق الدفاعي كان فيه فجوة كبيرة استغلها من كسب نقطة ومن خساب نقطتين؟ انا توقع الاتفاق كسب نقطتين كسب نقطتين؟ كسب نقطتين الرجوع ومن تعدى وبالنتيجة السابقة المباراة السابقة ثلاث نقاط والان برجوع في الشيط الثاني وامام الشباب على ارض الشباب اجواء الشباب استعد لهذه المباراة توقع بعد الخسارة الاولى لكن المكسب الحقيقي هو النادي الاتفاق بكل تأكيد الاتفاق ترى عاد عودة قوية البوبران متقلبة كانت من اليمين من اليسار